تفضل هذا يقول جماعة الإخلام إنما هي جماعة سياسية فلماذا تبدعونهم سل فيصل ابن اقزار الجاسم فأنه قال عنهم منهم مبتدعة ونشر ذلك ونشرته أنا اليوم من لسانه ارجعوا له وقل لماذا قلتم مبتدعة ماضح مع أنهم جماعة سياسية هل انقلب غير رايب بعد ما كان يقول عن مبتدعة الحين صاروا أهل سنة كما فعل من كما فعل أبو اسحاق يمكن في مصر يقول هاذا هيش حماس أصلا اللي صنعتها اسرائيل والحين رجع حين في قطر قال لا هؤلاء أهل سنة واللي اتكلموا عليهم هم المبتدعة قل الله بي الحين يقلب يقولون صعب هذه واحدة أما جوابي فالبدعة هي خلاف السنة هؤلاء نظموا تنظيما ليس على السنة وهو أن تجمع الأجساد ولو اختلفت القلوب والعقول فهذا التجمع السياسي سموه إسلامي عساسنا تجمع إسلامي وهو على غير السنة إباضي رافضي صوفي كل واحد المهم تحت ايش اسم مسمى التنظيم لإخوان كل واحد عقيدة كل واحد مذهبة كل واحد وما جاء به من بلده من مشايخه فيهم حتى النصراني تصور حتى النصراني ممكن أيضم إلى حزبهم وقد فعلوا هذا في مصر شوفوا اتحاد الإسلامي سمونا اتحاد العلماء الإسلامي تجد فيه الصوفي الصريح وتجد فيه الإباضي الصريح وتجد فيه مثلا السنة في واحد الأسماء والصفات أو كذا لكنه سروري يعني تشكيله الاجتماع بهذه الطريقة بدعا يجب أن يكون الاجتماع على الحق ولم يسمي أيش أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هل تجمعهم هذا على أساس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجواب كلا فهمت فمن هنا تجمعهم بهذه الطريقة على عقائد شتى ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى لو اختلاف في الله عز وجل في أسماءه في صفاته في علوة في كلامه الاختلاف يصل إلى هذه الدرجة ومع ذاك تجدهم أحباب كلهم في حزب واحد هذا بضعة عرفت عليه ولا هم تجمع سياسي لا يهم الدين وعندهم الغاية تبرر الوسيلة ويعذر بعضنا بعضا وتترك على أي ملة على أي عقيدة بل قلت لكم حتى لو كان نصران ممكن يكون في الحزب أخوان المسلمين وهو نصراني صليبي وانظر إليهم في في علاقتهم مع عزمي بشارة نصراني شيوعي صهيوني عضو كنيسة سابق رشح نفسه من الوزراء إسرائيل بس ما ما وصل ومع ذلك روحوا للأخوان ويصوروا معاه وينشرون كلامه وابتسامات وتصوير وهو عراب الثورات والبلاوي حطوا بالصوت والصورة ما كنت أحلى ما نجيني الشباب حتى يملي لهم هذا يحب الإسلام هذا مش ما قلو عنه صهيوني أنا تحدثت بلا اليوم أتحدثتهم اليوم قول عنا اطلع أنت فلان وفلان تصور معاه قول عنه صهيوني كافر لا ما يقول لكن اللي ما يعيد حماس صهيوني منافر نص الله عافية ما في شكهم أهل البدع ليس لهم سبيع السنة إلا أن يتوب الله عز وجل لكن لا تنسى اسأل فيصل مكزار الجاسم فإنه قام عن مبتدعه هل تراجع كان مبتدع الآن صاره سنة وله كان يحكم عنه من مبتدع ولا نقول سنة ولا سكت ولا نريد الجواب الصريح واضح طيب غيره